عبدالله عدنان كرم يجلس أمام حاسوبه الشخصي ليستعيد وقائع وأحداث رحلة هروبه من سوريا التي مزقتها الحرب مرة أخرى حتى انتهى به المطاف في منزله الجديد في النمسا إنه يخطو نفس خطوات فراره لكن في لعبة إلكترونية على الكمبيوتر الشاب البالغ من العمر 23 عاما غادر سوريا في عام 2014 إلى تركيا ثم بدأ رحلة طويلة وشاقة لأوروبا وبعد مرور عام من وصوله إلى النمسا التقى أحد مطور الألعاب في سالسبرغ وبدأ معاني العمل على القصة لتصبح لعبة إلكترونية لم نكن نريد أن تتمحور اللعبة فقط عني أردنا أن تكون لدى اللاعب خيارات أخرى في الرحلة لأن هناك العديد من القصص الأخرى وما يمارسه اللاعب هو جزء من قصتي فيمكننا أن نقول أن قصتي الشخصية أصبحت أكثر إثار كرام روى قصته لشركتين نمساويتين للألعاب الإلكترونية ساعدتاه على تطوير لعبته الإبداعية حيث يمكن لللاعبين اختيار طرق مختلفة ومواجهة مصائر مختلفة تبدأ القصة قبل الحرب وتسمح لللاعبين بنقل شخصية كرم مجسمة عبر منزله ويمكنه مقابلة الأصدقاء والأقارب قبل أن يتغير كل شيء ويتحول المشهد إلى ساحة معركة ترجمة نانسي قنقر